اشتركوا في القناة وقف باول أن تطور الاختصاد على نطاق واسع يتماشى مع توقعات البنك ويرجح البتء في التراجع عن قيود السياسة خلال العام الحالي كما أشار إلى أن استمرار القوة في سوق العمل ليكون سببا لتأجيل خفض معدلات الفائدة إذن خطاب جيرون باول جاء في صالح الحمائم أكثر منه الصقور وإن كانت الأسواق تنصد باهتمام لما ستسفر عنه كواليس هذا الاجتماع للإحتياط الفيدرالي والذي أمن على أن هناك خفض في معدلات الفائدة سيأتي اتباعا في هذا الاتجاه وبالتالي لم يقلل من أهمية ذلك ومنح السوق ربما بعض الأمل في ذلك أو كثير من الأمل في هذا الخفض دومينيك الخوري رئيس تطوير الأعمال ومحلل الأسواق في سكويرت فاينانشل معنا في هذه الأسناء سيد دومينيك أهلا وسهلا بك معنا شكرا لك والله يزعيد أوقاتك ولعلك تابعت الخطاب المرن الذي أراح الأسواق بعض الشيء في أن الخفض ربما قائم رغم القلق من بيانات التضخم الأخيرة وهذا القرار يزعي الدولار بشكل أو بآخر ويمنح الذهاب فرصة أيضا للانطلاق في تقديرك ما هي تأثيرات ذلك على أسواق السلع والأسهم حول العالم على اليوم الكلام الذي قاله جيرون باول هو منه كلام جديد ولكن الجدير بالذكر أو التغيير بالكلام أنه كان فيها شوية تشدد أكثر من الفترة السابقة بس رجع يعني إذا نحضر الكلام اللي قاله منشوف أنه عاد كلمة انفليشن أكتر من مرة ركز على التضخم وتم السؤال أكتر من مرة إذا حنتمكنا أنه نرجع نحن نوصل لمستويات الـ 2% مرة أخرى هذا إذا بدنا الـ concern هذا الشيء اللي الأسواق عم تتطلع لعله وهذا الشيء اللي أنه بيتوقعون من الفدرالي الفدرالي أكد أنه سيقدر يوصل لهذه المستويات وهذه كلها ضمن البلان ولكن هذه الأمور بده وقت دائماً الفدرالي بيجرب أو جيرون باول بيفسرنا أنه الأمور ما حتصير بالشكل السريع وهذه الأمور طبيعية جداً أنه تاخد وقته فما عم بيحاول أنه ما يستعجل الأمور ما عم يتدخل بشكل سريع جداً نحن قالنا سبقوا وقلنا بمقابلة سابقة لأنه قبل نصف السنة ما حيصير في عنا أي تدخلات لأنه اليوم الأرقام الاقتصادية بعد ما اكتملت لتصير مريحة بما فيها الكفاية عشان الفدرالي يأخذ قرار بثقة أكبر نعم اليوم يمكن نصف السنة يمكن شوي أكتر مش بالضرورة ولكن لحيصير في عنا تخفيض بهذه السنة وهيضاً مجرد ما نقول نحن لحيصير في عنا تخفيض بهذه السنة وصرنا نحن نقترب وخاصة أن الأسهم بأعلى مستويات لألها خاصة أن الدولار محافظ مثلاً على المستويات اللي هو فيه فهذه الديتا كلها سواء اليوم بالنسبة للمستثمر بتعطيه فرص للأستثمار والتخارج من بعض الأمور الأورادي موجودة أو الأورادي هو داخل فيها بالأسفل نعم نعم لو تفضلت جيروم باول أمل على هذا الخفض لكن تمسك بالأثنين في المئة هذه التي تمسك بها الاحتياط الفدرالي ما هي مدى بصداقيتها وموضوعيتها وبدد الأمال في تراجعات صفرية للفائدة أهم الشغل اليوم نحن ما ننسى اليوم الأسواق كلها بتشتغل على يعني كيف متعودين كيف هني شغالين نحن نحسب الأمور قبل ما قبل ما نوصل عليها على طول يعني لاحظنا نحن بالتسعير طبع الفويد نحن صارنا أكتر من من أربع خمسة شهور عم نسعر أنه سيصير فيها عندنا انخفاض الثانين بالمئة على الانفليشن هو شيء نحن متعودين عليه من وقت الأزمة السابقة فكرمال هيك اليوم هيدا أمر مش ممكن يتغير بالوقت الحالي ولا بيفقد السقة الفدرالي من المستثمرين وهذا شيء هيخلق بانك فمشان هيك اليوم في حذر شديد جدا حيال هذا الموضوع 2 بالمئة لا نزال لأجيل لكن احنا نحن نحكي منطق طبعا هي منة منطقية أكيد صحيح رقم 2 بالمئة اقتصاديا ورقم غير منطقي طبعا المفروض يكون أعلى من هيك وخاصة بالظروف الاقتصادية اللي احنا مرأنا فيها سابقا واللي عم نمرأ فيها بالوقت الحالي صحيح ولكن أي تغيير أنا برأيي بالأسواق بالوقت الحالي لهذه الأسس أو الأساسية هيخلق بانك وهذا الشيء جيد يعني وذهب يرحب على نطاق واسع بهذا القرار في ظل تراجع الدولار وعوائد السلالة الأمريكية دومينيكا الخوري الرئيس سطوير الأعمال ومحل الأسواق في اسكويرت فينانشل شكرا جزيلا لك ونشكركم دائما على طيب المتابعة البوصلة المستمرة من سي ام بي سي عربية الأسواق والمؤشرات السعودية تتهيأ بالدوران اشتركوا في القناة